اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم تطور الأحداث في العراق وخصوصا مع استمرار الاحتجاجات والتوسعها لماذا فشلت الحكومة في احتواء الاحتجاجات رغم حزمة الإصلاحات التي قدمتها مؤخرا وهل المشهد العراقي ذاهب إلى مفاجآت ليست في حسبان أي طرف لا سيما بعد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لطبقات السياسية الحاكمة لتبريد الشارع من الطرف الذي يسقط أولا في معادلة عدم احتواء الاحتجاجات هل فقدت الوعود والإصلاحات قيمتها بعد سقوط عشرات القتلى وهل يستحيل إجراء انتخابات مبكرة أو أي استقالات في صفوف الرئاسات الثلاث على الأقل لماذا طلب مقتداء الصدر بالإشراف الأممي على أي انتخابات قادمة وكيف تقرأ الرسائل بينه وبين قادة الحشد الشعبي هل نشهد مواجهات موازية لحراك الشارع بين أنصار التيار الصدرية الداعم للاحتجاجات وميليشيات الحشد الشعبي التي تلمح إلى مواجهة المتظاهرين وما هي نتائج استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بلد ينتشر فيه سلاح وتميزه صبغة العشائرية هذا عدى عن كون خريطة المظاهرات تتكثف في مدن ذات أغلبية شعية سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة مع ضيوفي هنا في الأستوديو الأكاديمي والباحثة السياسية الدكتور الناصر دوريد ومن بغداد ينضم إلينا مستشار رئيس مجلس النواب والمتحدث الرسمي للبرلمان العراقي شاكر حامد وينضم إلينا أيضا من العاصمة العراقية مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف الموسوي نبدأ نقاش مباشرة بعد التقرير ذاك ما يطالبون به وهكذا يأترد وما بين الطلب والرد هناك ضحايا تلك هي مشاهد العراق التي أضحت لا تنتهي من شوارعه والمشترك فيها سقوط قتلى قتل في كربلا وآخرون في بغداد وساب القتل هو ذاك الهتاف المشترك الذي يدعو لإسقاط النظام وحفظ العراق دولة وشعبة ظلنا بعد ما نحلم ولا نفكر حايرين بس بعيشتنا ليش أتي هو هذا العراق بلد الخير بلد العز بلد الكرامة كرامة ربما ذهبت مع قيام القوات الأمنية بمحاولة فضل تجمعات المعتصمين في العاصمة بغداد بعد رفضهم قرر الجيش حضر التجوال والنتيجة قتلى ومصابون الأمر لم يقف عند العاصمة بل امتد المشهد إلى كربلا تجمع متظاهرون فقمت قوة الأمن بفضل تجمعاتهم النتيجة هي نفسها ضحايا بالعشرات طالبوا بإسقاط النظام إسقاط النظام معناها تغيير الشخص التي أتد منذ 2003 وثبتوا فشلهم فشل جاء بالرغم من ثروة العراق النفطية فالعراقيون يقولون إنهم لا يحصلون على ما يكفي من المياه النقية والكهرباء ورعاية الصحية والتعليم اليوم الشباب يطالبون بتغيير جذر حقيقة للسلطة هذول الناس متفسكين بالسلطة صال 16 سنة سنوات غابت فيها احتياجات المواطنين عن اهتمامات السلطة الحاكمة فتطورت طلباتهم من الحصول على حياة كريمة إلى الشعب يريد إسقاط النظام فاحتجاجات عانيدة لم تنجح الحكومة باحتوائها حتى الآن رغم وعود متكررة كان آخرها تعديل الدستور فاليزيد عنادها أكثر بعد مقتل العشرات منذ تجدد الاحتجاجات لجمعة الفائتة أم أن الأحداث حبلة بمواجهة علنية بين طيارين شاعيين أحدهما مؤيد للطيار الصدري وآخر ممثل بفصائل الحجد الشعبي لبرنامج ولنا وقف أيمن جاد تي أرتي عربي أستشكر حامد أبدأ معك حزمة إصلاحات ووعود يقابلها توسع في الاحتجاجات التي انضمت إليها نقابات وانضم إليها كذلك طلبة المدارس وطلبة الجامعات سؤال ما الذي بقي في جعبة الحكومة والبرلمان ليقدمه للشارع معدأ الاستقالة أو التوجه إلى انتخابات مبكرة أهلا وسهلا وبضيوفك الكرام أيضا الاحتجاج أمر مفروغ منه وهو حق دستوري كفله الدستور ومن حق العراقيين أن يحتجوا وأن يتظاهروا وأن يطالبوا بكل ما يمكن أن يتمنوه في العيش لحياة حرة كريمة لا حدود لهذا التظاهر قد تستمر التظاهرات إلى حين لكن هل أن استمرار هذا التظاهر يقابله حزمة إصلاحات أنها تتعارض مع هذه الطلبات لا يمكن عدوا هذه الإصلاحات التي تقدم بها البرلمان منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من هذا الشهر الجاري وكانت معالجات آنية ومنها أيضا معالجات تتطلب وقتا إضافيا متوسط المدى وبعيد المدى وكانت هي ليست حلول ترقيعية كما وصفها البعض وإنما تحتاج إلى إعادة هيكلة الدولة الدولة العراقية للأسف منذ التغيير في عام 2003 الحكومات المتعاقبة خلقت نوع من التقصير وعدم الثقة مع المواطن العراقي ولكن أيضا المواطن العراقي يدرك جيدا أن العراق قد واجه خلال السنوات الماضية عدوانا شرسا إرهابا شرسا القاعدة والتنظيم داعش الإرهابي كانت المفخخات تحصد أرواح المئات في كل المدن العراقية استطاعت أن تتعطل الدولة ولكن أيضا هذا لا يبرر للحكومات التي حكمت البلاد طيب ما علاقة ذلك بمطالب المحتجين الآن أنا لا أسبب العلاقة أنا أستعرض لك ولذلك دعيني أن أكمل حزمة الإصلاحات حزمة الإصلاحات هذه تحتاج إلى الزمن لأن هناك خلل بنيوي في الدولة العراقية الفساد واحد من أخطر التحديات التي تواجه الحكومات واجهة الحكومات السابقة والحكومة الحالية طيب أنا أفهم عليك أستاذ شاكر حامد لكن رغم هذه حزمة الإصلاحات والوعود التي قدمتها الحكومة إلا أن الاحتجاجات مستمرة كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الوضع؟ أنا أتحدث عن ما يناقشه مجلس البرلمان مجلس البرلمان هو الذي يملك حصانة الشعب وهو الذي يجب أن يتعاطى مع طلبات الشعب ويرزم الحكومة بتنفيذها الحكومة لها إجراءاتها لكن بنفس الوقت البرلمان قد حث الحكومة على حماية المتظاهرين وعد الانتهاكات التي حدثت وعدد الضحايا الذين سقطوا وهم شهداء عده حقيقة وصمة عار في تاريخ العراق السياسي طيب لكن البرلمان في آخر جنس له لم يناقش البرلمان محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين هناك انتقادات واسعة لعدم مناقشة البرلمان لمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين ألا تعتقد أن أي حال تقدمه الحكومة للشارع سيواجه بالرفض مدام هناك استخدام لغة القوة ولغة الدم في مواجهة الاحتجاجات سيدتي هذا غير صحيح أن البرلمان لم يناقش الانتهاكات والاعتداء على المتظاهرين كانت الجلسة استثنائية لغرض هذا الموضوع وكذلك طلبات المتظاهرين ودراستها من المتظاهرين أقرى البرلمان بذلك طالب من الحكومة طالب الحكومة والسلطة القضائية بضرورة الإسراع بإحالة التحقيقات التي أكملتها اللجنة الوزارية وهذه اللجنة طبعا ليست من مهمتها محاسبة المقصرين بقدر ما هي تشخص الأسباب التي أدت إلى هذه الانتهاكات السلطة القضائية هي التي تختص بذلك والسلطة القضائية دائما في كل بلد تحتاج القضية بين القاتل والمقتول تحتاج إلى الزمن حتى يستطيع أن يفرغ منها القاضي ويخرج بنتيجة لمحاسبة المقصرين ولكن مع هذا طالب السيد رئيس مسل النواب رئيس السلطة القضائية بضرورة الإسراع فورا والتعجيل بإحالة هذا الملف للقضاء وكشف المقصرين ومن هم الذين كانوا يقنصون المتظاهرين أتوجه لك أستاذ منافل موسوي اتلاف سائرون الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر واضح أنه يقف مع الاحتجاجات ولو بشكل غير مباشر هل نحن أمام تيار سياسي ممثلا للإحتجاجات أم هو يحاول استغلالها في نزاعاته مع تيارات موالية لإيران أستاذ منافل موسوي سيد مديحفل بدأ نحييك وحيي ضيوفك الكلام وجميع المتابعين مشاهدي قناة تيارتي العربية أولا السيد الصدر يعني معروف هو رجل الإصلاح في العراق السيد الصدر كان يقود انتفاضة مليونية منذ قبل ثلاث سنوات وهذه الانتفاضة استطاعت أن تغير الكثير من العراف السياسية في العراق وجاءت في السيد عادل عبد المهدي خارج هذه العراف وخارج الاتفاقات السابقة جاءت به خارج من المنظومة الحزبية وخارج من قبة البرلمان لتحاول أن تبدي بداية صحيحة وكان اسم الكتلة التي تتبناها الجهة التابعة على السيد مقتل الصدر هي الإصلاح فبالتالي كان الهدف الأساسي من قيام الحكومة هو قيام حكومة إصلاحية لمحاربة الفساد ومعالجة مجموعة الإشكاليات المتوارثة نعم اتفق مع ما تحدث به أستاذ شاكر هناك مجموعة من القضايا أو المشاكل تم استيراثها من الحكومات السابقة ولكن بالنتيجة هذا ليس بالشيء الجديد لا على الحكومة ولا على البرلمان المشاكل موجودة والبرلمان والحكومة يعلمون بذلك وقد تم عمل برنامج يفترض أن هذا البرنامج يعمل على حل حلة هذه الإشكاليات ومحاربة الفاسدين خلال أضمن فترات زمنية محددة الفترة الزمنية المحددة الآن انتهت المشكلة في كل هذا الوضع المعقد اليوم الذي تحول من ممارسة ديمقراطية إلى عبارة عن ساحل الدم والقتل وإلى آخره بسبب إصرار المتظاهرين من جهة وبسبب أيضا التعامل في بعض الأحيان الغير صحيح أو الذي لا يتبع القواعد الدولية في عمليات الاشتباق مع المتظاهرين هل تنتقد إصرار المحتجين والمتظاهرين؟ لا بدأ أنا مع المحتجين على العكس أنا أوضح أقول أن هناك التظاهرات تظاهرات 1 أكتوبر و25 أكتوبر تختلف عن جميع التظاهرات السابقة بنتيجة المتظاهرين بدأوا يغيرون من آلياتهم من طرقهم من استراتيجياتهم وهذا الموضوع تحدثت عنه المرجعية الدينية في العراق قبل عام حينما نبهت المكونات السياسية بأنها إذا استمرت في عملية تغافلها لمشاكل المواطنين واستمرت في الابتعاد عن حل حلة المشاكل التي يطالب بها المتظاهرون فإن المتظاهرين سوف يغيرون من أساليبهم هذا هذا ما لاحظنا هناك إصرار هناك تحدي هناك رفع في سقف المطالبات المطالبات في السابق كانت هناك عبارة عن مطالبات قدمية مطالبات لمحاربة الفساد مطالبات لمحاكمة الفساد اليوم ارتفع المطالبات بدأت واستقالة الحكومة وبالدعوة إلى اتخابات مبكرة وبالتأكيد حتى هذه المطلب هو مطلب دستوري وقانوني اعترفت به الرئاسات الثلاثة قالت هذا مطلب دستوري وقانوني الخلاف في عملية كيف تنفيذ هذا المطلب البعض يقول نحتاج الذهاب إلى البرلمار هذا بعد قليل أستاذ مناف أتوجه لضيفي بالاستوديو أستاذ الناصر دوريد احتجاجات في الشارع تقابلها خلافات تصل لمرحلة المواجهة بين التيار الصدري الداعم للإحتجاجات وبين فصائل الحشد الشعبي هل وجد الشارع في التيار الصدري ممثلا سياسيا له أم نحن أمام مواجهة أخرى بين تيارين سياسيين برأيك يعني الحقيقة حتى نضع الموضوع ضمن نصابة أنا أعتقد بأنه الشعب الحقيقة منح ثقة المطلقة لهذا النظام في البداية من خلال ذهاب للاستفتاء من خلال الموافقة على الدستور من خلال إلى آخرين ولم يتلقى غير خيبة الأمل المستمرة المتمثلة بمعدلات فساد هائلة المتمثلة بفشل حكومي والذي انتهى بقصة داعش التي نعرفها كما نعرفها الجميع والآن الطبقة السياسية تتحجج بداعش وتقول كنا نقاط الداعش والسؤال من الذي أتى بداعش أصلا غير الفساد وفشل الطبقة الحاكمة الشعب يدرك هذه القضايا الشعب لم يعد قادر على أن يشتري ما يبيعه الساسة سواء كانت حزم إصلاحية تأتي من البرلمان تأتي من الحكومة المشكلة الأساسية أنه دعاة الإصلاح داخل النظام السياسي نفسه وأنا أقصد بذلك التيار الصدري دخلوا في آخر مشروع لهم على الساحة مراهنين على أنه من خلال هذا المشروع سيحققون وسينجحون وهو مشروع تأسيس الحكومة عدل عبد المادي الشعب وصل إلى مرحلة الشبعة إلى حد وصلنا فيه في داخل الشارع إلى عدم القدرة على قبول لا وقت إضافي ولا إمكانية إضافية عفوا فبالتالي أصبح هناك حالة انفجار غير ممكن السكوت عنه الآن السؤال يطرح نفسه هذا التيار الذي كان يسمي نفسه إصلاحي ضمن النظام السياسي أين هو موقع بالضبط؟ هل هو موقع مع الشارع؟ أم سيظل يحاول أن يوفق ما بين الشارع وما بين النظام السياسي الذي ثبت؟ الشعب لم يعد ينزل لكي يقول أريد كهرباء أريد ماء أريد إلى آخره الشعب يريد إسقاط النظام هكذا بكل وضوح ووعي أيب أين ستنتهي مطالب الإحتجاجات برأيك؟ أنا أعتقد أنها لن تنتهي إلا بالتحقيق هذا المطلب بالنتيجة الناس في الشارع رغم كل الوعود رغم كل كلام المعسول رغم كل الضرب والقتل والتصفيات البائسة والمغزية والتي هي فضيحة في هذا النظام إذا مرست السلطة عنادها ماذا سيفعل؟ بالنتيجة هناك لعبة كسر عظم هذه الحقيقة يدركها الناس من الذي يستطيع بالنتيجة أن يثبت نفسه؟ الشعب يريد أو لا يريد أن يعود إلى بيته دون أن يحقق ما يريده باعتقاده وهو إزالة طبقة فاسدة بأكملها تلك التي تدعي أنها تعطي الوعود أو إصلاحات أو التي تهدد علانية أو بشكل مبطن بالقتل والضرب وتعطي اتهامات مباشرة وجاهزة بعمالة المتظاهرين للسفارات وإلى آخره كل هذا لم يفت في عظ الشعب لم يفكر أحد بالعودة إلى منزله بالعكس هؤلاء الذين في منازلهم كانوا حتى لحظة 25 أكتوبر عادوا ونزلوا الشارع كما قلت حضرتك في مقدمتك الرائعة نزلوا الطلبة نزلوا المهنيين وغدا سوف ينزل الكثير والكل سيكون مطالبا بأن يحدد موقفة في هذا الموضوع هل أنت معهم أم معنا بالنتيجة هذا هو الخيار الصفري أستاذ شاكر حامد عبد المهدي قال أنه لا يمكن التوجه نحو انتخابات مبكرة وتحدث عن احتمالية استقالة حكومته ما تعليقك؟ الحقيقة هذا أمر لن يقرره السيد رئيس مجلس الوزراء الانتخابات المبكرة هذه تقررها الآلية السياسية والدستورية التي هي مرجعيتها مجلس النواب اليوم في جلسة اليوم طبعا تقدم تيار سائرون بطلب لاستجواب رئيس الوزراء وكذلك قبلهم ائتلاف النصر قدم رئيس المجلس طرح هذين الأمرين على المجلس وتمت الموافقة بالأغلبية أغلبية النواب الحاضرين وفق النصاب القانوني وحوالي 229 نائب لاستدعاء رئيس الوزراء واستجوابه عن ما يحصل في الشارع خلال التظاهرات تم الاتصال وستجري الترتيبات ربما لاستدعائه خلال يوم الخميس المقبل وهي الجلسة المقررة لاستمرار المناقشات بشأن مطالب المتظاهرين والبرلمان هو الذي سيقرر إذا ما توفرت لديه القناعة الكاملة إذا ما قدم رئيس الوزراء المسببات الواضحة بالدلائل من أن القوات الأمنية لم تتلقى أمرا باستهداف المقاتلين من هو الطرف الثالث الذي تفرضه الرواية الحكومية مجلس النواب هو الذي يقرر سحب الثقة عن عادل عبد المهدي وحكومته وهو ما أشار إليه السيد رئيس مجلس الوزراء في رسالته إلى السيد مقتدى الصدر عندما طالبه السيد مقتدى الصدر بالاستقالة قال له إذا كنتم تريدونني أنا أستقيم في حال وجد طرف ثالث لا علاقة للحكومة لا علاقة للحكومة به ماذا سيفعل البرلمان أستاذ شاكر في حال وجد هذا الطرف الثالث الذي لا علاقة له بالحكومة ماذا سيفعل البرلمان هذا أمر على الحكومة أن توضح أن تعطي تصديق لروايتها من هو الذي استهدف المقاتلين ربما طبعا هذه تحدث في كل التظاهرات في العالم حوادث من هذا النوع ولكن أن يصل العدد إلى هذا الكم طيب لو قالت لكم فصائل حشد الشعبي ماذا سيفعل البرلمان برأيك أن تساءل عليه الحكومة الحشد الشعبي لم يكلف على الإطلاق بأي واجب في هذه المظاهرات القوات الأمنية وافية العدد أجهزة متعددة هي التي كانت تتعامل مع المتظاهرين الحشد الشعبي ليس له علاقة نهائيا في قضية حفظ الأمن والقانون داخل بغداد أو في بقية المحافظة طيب طيب أستاذ منافل الموسوي هناك تبادل في الرسائل من خلال التصريحات بين مقتدى الصدر وقيادات الحشد الشعبي الصدر دعا مقاتل الحشد إلى عدم مواجهة المتظاهرين بينما نائب قائد الحشد أبو مهدي المهندس قال سنتدخل في الوقت المناسب والجميع يعلم أن هناك اتهامات للحشد الشعبي طيب كيف يتعامل التيار الصدري إذا فعلا واجه الحشد الشعبي المظاهرات بشكل علني سيدتي فقط هناك بعض الملاحظات يعني على الرغم من أني لست ناطقا باسم التيار الصدري ولكن الأستاذ ناصر تحدث عن وجود صراء ما بين كتلتين وما بين حزبين أعتقد هذا الموضوع خطأ طيب أجبني عن السؤال يعني ضيق الوقت إذا سمحت لي فقط أوضح مسألة هو أن سيد الصدر حينما اتشكلت هذه الحكومة تبرعها بما يطلق عليه بالمحاصصة الانتخابية وأعطى هذا الموضوع إلى رئيس الوزراء في إشارة واضحة بأنه يريد لو سمحت الجبني عن السؤال حقيقيا التيار الصدري هو التيار الوحيد الذي عمل إزاحة جيلية بالكامل بالتالي التيار الصدري هو مع الجماهير مع المتظاهرين كيف يتعامل التيار الصدري إذا فعلا وجه الحشد الشعب المظاهرات بشكل علني وبالتنحي أول من طالب الحكومة بالاستقال والتعوى إلى الاتخابات المبكرة كانوا السيد مختل الصدر بالتالي السيد مختل الصدر هو جزء من التظاهرات وجزء من المطالب الشعبية وريد سمع إجابة من تظاهرات ومعناه لو سمحت أستاذ منافل موسى وأريد سمع إجابة من ضيفي في الأستوديو أستاذ دوريد تفضل نعم يعني كيف تتصورين ممكن تكون المواجهة بين مقتدى الصدر والميليشيات الحقيقة هي لحد الآن هم الطرفين يحاولون أن يتجنبون المواجهة فيما بينهم المشكلة الأساسية أن الشعب قلب الطاولة على الجميع وأجبر الجميع وسيجبر الجميع على أن يواجهوا ما لا يريدون أن يواجه من بينها موقف السيد مقتدى السيد منافل يقول السيد مقتدى قدم وقدم وإلى آخر يبدو أن الشعب لم يتصل له التقديمات السيد مقتدى بدليل أن الشعب الآن في الشارع لو كان ما قدم السيد مقتدى وبقي طبقة سياسية لم نصل للإجابة للأسف انتهى وقت البرنامج ولم نصل للإجابة أستاذ الناصر الدوريد إذن الأكاديمي والبحثة السياسية دكتور الناصر الدوريد شكرا جزيلا لك الشكر لضيفي من بغداد مستشار رئيس مجلس النواب والمتحدث الرسمي للبرلمان العراقي شاكر حامد والشكر كذلك لضيفي من العاصمة العراقية أيضا مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية منافل موسوي والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقف اشتركوا في القناة